اهلا بكم انا ميمت حد سايبر سيرتر سيرش مانجر في ايجي سيرت الفيديو ده هو مقدمة تعريفية لك عن مجال المالوير اناليست او تحليل برمجات الخبيثة هنتعرف فيه على المجال بصورة عامة واهميته ومدى الطلب عليه في صور العمل الاماكن اللي ممكن تشتغل فيها كمالوير اناليست او رفيرس انجنير والمهارات المطلوبة عشان تبدأ في المجال ده واخيرا نبذى سريع عن المالوير اناليست راك اللي بنقدمه مجال المالوير اناليست هو دراسة لبرمجات الخبيثة عن طريق اننا بنقوم بتحليل مكونات البرنامج الدار ونرأي بسلوكه عن نظام التشغيل الكمبيوتر المصاب وبنكتب تقرير عنه ونعمل بصمة دي بحيث نمنع انه اصيب اي اجهزة مرة تانية وكمان ممكن ننشر البصمة دي على الانترنت ما بين الاناليست حيث يبقى الانترنت اكثر امنا ومع الاتجاه لاستعمال الانترنت البنكي وزيادة الجرائم الالكترونية عموما نتج عنده زيادة كبيرة جدا في الوظائف المعروضة في السايبر سيكورتي في العالم كله لتأمين البنوك والسيستم اللي العالم الرقمي بيعتمد عليه فمثلا في انجلترا عدد الوظائف في السايبر سيكورتي زاد بنسبة 37% في اخر سنتين بس وبحلول 2021 متوقع ان يوصل عدد الوظائف المطلوبة في السايبر سيكورتي ل3.5 مليون وظيفة حول العالم في امريكا مكتب العمل بتوقع زيادة 32% في وظائف السيكورتي اناليست في العشر سنين ما بين 2018-2028 واصبح المالوير اناليست تحديدا من اكثر الوظائف المطلوبة وخصوصا مع انتشار فيروسات الفيديو والرانسومير المسمع عنها كل يوم في الاخبار طيب لو انت حابب تبدأ في المجال ايه المهارات اللي محتاجها اولا معرفة جيدة بأسيات البرمجة اساسيات الناتور بورتوكول زي الـHTB وDNS في المرحلة المتقدمة من تحليل المالوير هاتحتك تتعلم الاسملي لانجوج الويندوز انترنلز الانكودينج والانكريبشن اربع اماكن تقدر تشتغل فيهم كمالوير اناليست اول مكان شركات الانتيفيروس زي كاسبريسكي تريند مايكرو سيمانتك واللي فيها هتكون مسؤول عن تحليل المالويرز الجديد يدويا وكمان هتكتب تورز عشان تكتشف وتحلل المالويرز دي او اي مالويرز شبيهة لها بشكل طرقائي اولي مكان واللي موجود في اغلب دول عالم السيرتز او المراكز الوطنية الاستعداد وطوارئ الكمبيوتر دايما هلايه في سيرتز حرف الار حرف الار في كلمة سيرتز بيشير لحاكتين readiness و response response يعني رد الفعل اللي بتقوم به السيرتز في تقديم المساعدة للشركات والجهات الحكومية في الدولة بتاعتها لو حصل اختراق readiness الاستعداد للهجمات بالادوات المناسبة باستخدام ال threat intelligence عشان تتوقع الاختراقات والمالويرز قبل حدوثها وتأمن الانظمة والشبكات الحساسة في الدولة التابعة لها السيرتز هنلاقي برضو الاهتمام بين مالوير ريسيرش تحديدا في السيرتز زي ايجي سيرت السيرت المصري وسيرت بيال السيرت البولاندي تقدر تعرف اكتر عن السيرت في اللينك المرفق مع الفيديو تالت مكان شركات السايبر سيكيرتي اللي بتقدم خدمات ال incident handling او الاستجابة للحوادث بيفحصوا memory hard disks and network للبحث عن اي قدلة جنائية رقمية وفي حالة انهم لقوا اي برمجات خبيثة او ملفات مشبوعة هيحتاجوا مالوير analysis skills عشان يعرفوا هل ملف ده هو سبب الاختراق ولا لا رابع مكان شركات كبيرة زي facebook, google, apple, walmart, amazon او اي شركة عموما بتمتلك apps ووبسايتز كبيرة وبيحتاجوا malware analysis ضمن فريق ال IT بتاعه وعلشان تبدأ طريق فاحنا بنقدم ليك مصار malware analysis واللي مقسم لتلات كورسات الكورس الاول malware analysis fundamentals واللي فيه مقدمة عن انواع المالويرز زي نعمل safe environment نحلل فيها المرمجيات الخبيثة بدون مطسيب الاجهزة والشبكات بتاعتنا وهنبدأ فيه باول مرحلتين في ال analysis basic static وبasic dynamic في الطريقة الاستاتيك بنطلع معلومات عن المالوير بدون تشغيله في الطريقة dynamic بنطلع معلومات اكتر عن المالوير عن طريق تشغيله ومراقبة تأثيره على safe environment اللي عندنا واخيرا في نهاية الكورس الاول هنتعلم طريق كتابة malware analysis report بسيط الكورس التاني malware reverse engineering هنتعلم فيه تفاصيل عن windows operating system interners وخطوة بخطوة هنتعلم نقرأ ونفهم ال assembly language ونبدأ مرحلتين التحليل ال advanced اللي هما advanced static analysis هنستخدم فيه dissembler وال advanced dynamic analysis هنستخدم فيه debugger ونوصل الكورس التالت malware analysis in depth وفيها نستعرض بعض common malware behavior علشان نبقى familiar اكتر معها لما تقبلنا ونتعلم مقدمة بسيطة للتشفير واخفاء البيانات data encoding and encryption وننتهي مع تعلم طرق محددة تسهل علينا ال analysis وتخلينا نطلع بنتائج افضل واسرع لانواع malware معينة من المالور زي الinterpreted و scripting language زي python و loto 8 office documents زي word و powerpoint وال excel وكذلك pdf وال malicious script واخيرا ال android applications واخيرا ال android applications لانواع bien وش crying